اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقوة مش عجبكم حاول وقفني وقتنا جد رهيبين لوكا بعد كل مرة بيسجل بيحكي مع حدا بيحكي مع حدا رهيبين 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 لسه بعدنا بالدور الأول مع أنه فيه سلسلة شبه خالصة بس بعدنا بالدور الأول فاليوم حقتنا نفس نمط الحلقة الماضية رح نمشي سلسلة سلسلة أعطيك أفكاري تعطيني أفكارك نناقش ونحكي ونسولف ورح نبدأ بسلسلة الفلدلفية 76ers والواشنغتون وزرد محضرنا غير مبارايتين هاي حسسها أنه أبطأ سلسلة مش عم بلعبوا وعندهم مباراة اليوم بس لليوم مش حضين غير مبارايتين وأكتر إشي مثير للاهتمام بهاي السلسلة الغبي المشجع اللي راح كب بوبكورن على رسل وست هو طالع ولو رسل ميسكو ولو رسل فلد عليه كان ناويله بقتلي ما عمره بحياته شاف زي هاداك وكان بستاهلها كمان لأنه وسخ ما بيصير تعمل هيك حركات اسمع أنا مع وأنت بتعرف أن حكي وحكيته كتير أنا مع التشجيع والهتافات اللي بتتخوت على اللعيبة اللي بتضحك روح ادعاء بهاي وهم اللعيبة أصلا متعودين عليها يعني حتى تري يونغ هذاك اليوم قد ما تخوتوا عليه إنه عم بيصلع وهيك طلع بمقابلة مع ريتشل نيكلز وعم بيحكي لها أنا كيفت بنيويورك أنا أنا امبسطت كتير وهم يعني ما قسروا معه بس هو كمان امبسط لالله معه وتسلع وحب هالأشياء هاي بس اللي طلع وبزق عليه هادلأ هون انت تخطيت اشي هاي قلة احترام بطلنا بالرياضة هاي قلة احترام كبشر واسمع مش ممنوع ممنوع تسوي هيك واسمع وفي كورونا كمان وفي كورونا كمان عايشين بجائحة احنا قاعد جاي تبزق على اللعيبة هلا اسمع ما بدنا نطور عليه هاد الموضوع عشان نحكي عن نفتي يوتا صار نفس الاشي مع أهل جا موران مع أهل جا راح يسبوا عليهم ومسبات عنصرية كمان اه هادلأ وطبع عندك تبع رس تبع رس هو المسكين زعلان طالع مصاب وفريقه خسران ومش لائب منيح كمان ياريت انه مبسوط من حاله ولا اشي طالع عارف انه هو كان مزبل بالمباراة مرة واحدة بتشوف البوبكون بنزل عليه وزي كأنه ضويت فيه سويتش نجن 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 لو انه مسكوا بحكي لك وانه مسكوا لهاد الزلمة اللي كب عليه البوبكون ما هي لو انا هاي سمعتها ببودكاست يعني مش فكرتي بس فكرة رهيبة كيفت عليها انه بيقول لك العقاب للجمهور اللي بسوي هيك لازم يحطه بقفص مع رسل ويسبروك وخليه يرمي بوبكون عاوجه شوف شو بصير فيه انه هادلعقاب انه اوكي دكتير ما يرمي حقك بس بعد المباراة هتحطك انت ورسل ويسبروك بيغرفك مواقب وانت رح تاكل جدي ويرمي البوبكون عاوجه شوف شو بصير فيه ما هو يا دويس نحنا شفنا قبل 16 سنة ولا اللي هو لما 17 هلا صرنا اكتر 18 سنة اكتر 2004 اشي هيك شفنا شو بصير لما تحط لاعب NBA يهاوش واحد زلمة طبيعي هدول مش زينا يا اخوان هدول اكبر منا اقوى منا اسرع منا كل اشي فيهم نحنا بس ضربة عشرة اللي عم نحكي عنه طبعا اللي هو المالس ان دا بالس اللي ما بيعرف القصة يروح يسمع بودكاست تباك الحلقة الخامسة رح يتكيفو عليها عن مالس ان دا بالس بس هي جماعة الانديانا بيسرز ورون ارتست واخوان لما كب عليه البيرة ودخل عند الجمهور وهوش الجمهور وصارت المشاجرة ضحظت لما ينكسر الجدار الوهمي بين الجمهور وبين اللاعبة هاي لحظة خطيرة خطيرة جدا وقتله هلا هو بتعرف بس اخر اخر نقطة بدي احكيها انا حاسس لانه نحنا بيجائح لانه هدول الناس صارهم كتير مش داخلين ملاعب مش طالعين في ناس محجورة بالبيوت مش عم بتشوف ناس تانين ما عم بتشوف بشر فاظن في ناس نسيت كيف تتعامل مع العالم نسيت كيف تتصرف يعني اه ممكن انا بقول بشر طول عمرها هيك تخلفين يعني خاصة بيومبرايات الرياضة في ملاعب الرياضة الناس عم تشرب ومئات الناس تفكر حالك انت هيك بسموها الموب منتاليتي انت زي مع بتصير مع الجمهور وهيك بتفكر انه بتصير تصرفاتك كأنها بتفكر انه انه ما بتعكس ما بتناعكس على شخصيتك انت انه انا بس من الجمهور ما دخلني انا مش شخص معين انا دويس انا اوجي المهم المهم نرجع على السلة زي ما حكينا مش لعبين غير مباريتين وبصراحة اللي يعني عندهم حجمهم كتير كبير على الواشنغتون وزردز طولهم يا ظلم الوينجز تبعونهم كل اشي حتى عمق فريقهم كتير على الواشنغتون وزردز مش بس جوجو اللي قاعد بوجع لهم راسهم توبايس هاريس عم بعطيهم مشاكل كتير ما عندهم اجوبة مش عارفين كيف يتعاملوا معهم فلما تتيجي تحط كل هالامور هاي مع مباراة بنسم نسجل فيها 22 نقطة لانه بالمباراة الاولى حكينا ما حط غير 6 نقاط بنسمنز بالتاني حط 22 نقطة راسل طلع مصاد خلص اتهت يعني اتهت انت علي ف مش حتى لو فازوا المباراة التالتة هللا راجعين على واشنطن حتى لو رجع راس فازوا المباراة ما راح تطول كتير هاي السلسلة هاي السلسلة الطافية انا عندي شغلي واحدة بس اللي مثير الاهتمام بهاي السلسلة اه ماتيس تايبل ماتيس تايبل في الجيم سجل 5 بلوكس و4 ستيل بس 20 لاعب تاريخ الانبيا او 20 مرة هاي الحادثة صارت انه بجيم بلاي اوف سجل 5 بلوكس و4 ستيل هو الوحيد اللي اللي عملها كلاعب احتياطي هو الوحيد كلاعب احتياطي و كل الباكين اللعبوا اللي عملوها خلينا احكي لك الاسماء اللي عملوها حكيم الله جوان كوائد لانر دريمون جرين كيفن جارنت بين والس كوتي بيبن الون هايز كلهم مرافعين من الطرق اه مرافعين يعني من الطرق من النخبة من النخبة تاريخيا كل ياتهم لما عملوا هاي لما عملوا هاي الاحصائية فوق ال5 بلوكس فوق ال4 ستيل لعبوا على الاقل 35 دقيقة على الاقل تايبل سواها من البنش ب20 دقيقة مش طبيعي 20 دقيقة سواها مثل الجزب كأنه cheat code على الدفاع اللي عم بيسوي الموضوع انه كان عنده بس 5 نقاط ولا assist ولا rebound ولا turn over مام بداعي بداعي 5 5 5 أنا حطيت 3 اشياء 3 مراحزات على بوكس كورز اشياء شفتها بالبوكس كورز مثير الاهتمام واحدة طبعا ماتيس اللي انت حكيت عنها ثاني انه بن سيمينز وجوال لمبيد السيكسرز الوحيدين اللي لعبوا اكتر من 23 دقيقة سيمينز لعب 28 مبيد لعب 26 كل حدا تاني لعب اقل من 23 يعني داخلين على جيم كريم رايحين كتير يعني ما عم بلعبوا دقائق بلايوف واللي بعده على جهة واشنطن يعطيك الف عافية دافيس بيرتانز بتذكر فقارتنا نصب عليهم ولا نتصب عليه اه اكبر نصاب اكبر نصاب دافيس بيرتانز يزام 24 دقيقة لهم ريباوندين ولا نقطة ولا ثري ولا أسست ولا ستيل ولا بلوك وست فاولات وشو عم تعمل يعني انا لو روحت كنت تللي ريباوند يمكن او اشي شكر عدة بلين أسست اتنين اتنين يعطي الف عافية واو انسى المهم خنكمل على السلسل اللي بعدها اللي هي النتسو السلتيكس النتسو السلتيكس الاشياء اللي كنا رح نحكيها كتير اتغيرت اه بعد مباراة اليوم انا كنت نفسيا مجهز حالي احكي عن سلسلة تانية منتهية بصراحة اسمع ما اظن رح اغير رأيي هي منتهية فيه فريق اقوى من فريق بس اليوم يعني تيتم شكرا أبسطنا أسعتنا السلة مرات يا دويس كتير بسيط في عندك مرات ما بتحتاج خطط هجومية وحركات وهجمات والتحرك off the ball وهيك أشياء كتير معقدة مرات السلة بكل بساطة لاعبك المنيع السوبرستار تبعك أحسن لاعب على الملعب عندك يموالع معه اعطيه طابة وخليه يشتغل وهاي المباراة كانت مباراة هيك تيتم بالشروط الأول لقب كتير منيح بس بالكورتر الثالث ولعت معه ولعت ولعت كل هجمة كان يطلع يستلم الطابة يحطوه بالبيكنروي بجيب السويتش اللي بدويا كان يعمل سويتشينج على بيج من وعلى بوينت غاردز يعني على كايري وعلى بليك ريفن وعلى نيك لاكستن عمين مكان بيقرر أنا شو بدي أعمل ضد هذا اللاعب وبعمله وبسجل ولعت معه ولعت معه يعني روعة روعة اللي سوها خمسين نقطة ما بعرف إذا هاي رابع مرة ولا تالت مرة لأنه هو سجل أربع مرات خمسين نقطة بس زي ما حكينا قبل أكمل حلقة واحد منهم هم مش عارفين إذا محسوبة ولا لا لأنها كانت البلاين بس ولعت معه الجمهور كيف والجمهور رح يزيد عن مباراة الرابعة بتعرف لأنه ماسيشوسيس غيروا قوانين الكوفيد وغيم فور رح يدخل عليها بسبعة ألف مشجع بوستن سلتيكس يوم كان في يوم كان في بس خمسة بالزبط أقل فأنت تخيل خسروا هالمباراة وجاهم هال 17 ألف ما كان اتجاوا نفس الإشي هلأ داخلين بوستن كيفين شافوا اللي عملوا تيتم دفاعهم لعب كتير حلو بهاي المباراة كمان والحماس رح يكون زايد فشكرا يا جيسن تيتم وحش 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 وعلى الجهة تانية من طرف النتس للعلم نفس اللي كان عم بعمله جيسن تيتم دورانتو وهاردن كانوا عم بعمله وهاردن أظن نسي إنه هو بلعب مع بروكلين اجت مرة فترة فكر حاله بلعب مع هيوستن لسه وكان يعمل إشي بسك الطابة دربل 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 ستبا يرجع عيدها دربل 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 ستبا شمى ثريات حط فوق الأربعين نقطة واحد واربعين أظن ودورانت كمان بدع واحد فيهم حط 39 ثلاثين والثاني حط واحد واربعين مش متذكر من بس حلو سلسلة رح تمد مشجعين البوستن سلتكس مكيفين أنا مكيف لأنه عم نشوف يعني أداء ظهور خرافي لنجم من أبرز نجوم السلة والحماس رح يكون زي ما حكيتك زايد بجيم فور أنا توقعت قبل السلسل أنه أربع واحد للنتس ولسه توقف رح يضله زي ما هو أربع واحد قلت السلتكس بطلعوا له مباراة واحدة مدربهم شاطر عندهم لعيب مناح جيسون تيتم لاعب عظيم ممكن طبي كل شي بس الشي الوحيد اللي اتضح إلي وأنا مكنتش عارف شخصيا في المباراة أنه أنا الجد ما بدي البروكلين نتس يفوز اليوم كنت عم شجع تيتم عم شجع جيسون تيتم زي ما بحياتي ما شجعت البوستن سلتكس ما عندي أنا مش عم شجع الفريق يعني بس كنت عم شجع جيسون تيتم عشان ما بدي النتس هيك بس تحطوا ثلاث نجوم مع بعض يعود سبع مباريات بعدين يفوزوا اللقب أنه مش مفوض تكون هقدي سهلي الشغلي مش هيك الدنيا لازم لازم يكون فيه تعب ما بعرف لازم تشتغل للي بدك فأنا اليوم اكتشفت مية بالمية أنه ما بدي بروكلين نتس يفوزوا كيفت عجيسون تيتم وحش ما نوحش يعني خمسين نقطة ستعش من ثلاثين خمس من هدعش من الثلاثيات ستعش من خمس تعش بالفري ثروز ستة ريباون سبع أسيست دين ستيل وبس ترنوفر واحد خيل ترنوفر واحد فعني كان جيم ممتاز ممتاز اللي عمله كان اشي كتير كتير مميز وطبعا دائما لما يطلع هيك رقم خياسي يقول لك هذا أصغر لاعب تجل خمسين نقطة ببليوف جيم من وقت مين دائما بطلع الليستة دائما بطلع MJ كان أصغر واحد ريك بيري عمره كان 23 و21 يوم ومايكل جوردن عمره الثاني أصغر واحد 23 و62 يوم بقى هلأ جيسن تيتم الثالث أصغر واحد لاعب 23 86 الفريق بس إنه جوردن كان بثاني موسم وجيسن تيتم برابع موسم بس أنا كتير مبسطت بهذه المباراة فيه كتير مبسطت بس ما أضغير إذا أتكد على البوستن سلتكس شوي أو مشجعي البوستن سلتكس شوي كاري ملعب منيح وكاري نزلوا فيه الـ 5,000 الـ 17,000 أحي كيفوا عليه بس بس جو هارس كمان جو هارس جو هارس فقح يعني كان فاضي وفقح كتير يعني مش إنه كان تيجي شور ويمين شمال أفكح آآ كان غريبة يعني فما حنتكرر يعني أكيد حيفوزوهم أنا متأكد أربعة واحد ما حنتغير شيء بالسلتكس الإجراء المنيح للسلتكس ماركس سمارت كان ماركس سمارت بكل حسناته وتريستين تومسون كان فينتج تريستين تومسون أنت جبت سيرته قبل السلسلة يعني تحت السلة إنه قضع عليهم ولا حدا طلع راس معه تحت السلة كان استوحش تحت السلة فكر حاله عم بلعب بنهايات الـ 2016 أيوة ميومي إسمعي لاحظت إشي بهذه المباراة الحكام ما بعض أنا كنت عم مشجع كتير السلتكس حسيت الحكام جننوني إنه فيه كتير إنه خاصة بالكوتر الرابع كان فيه ستيل مثلا من ماركس سمارت على كايري ما لمسوا أخذ ستيل ما فيها إشي أعطوها فاول لكايري بعدين الأوفنسف فاول تبع كيفين دورانت كان أوفنسف فاول دائما بحسبوها بالنبيا لما تركه بواحد في شو هيكا ما بعرف لع ماركس سمارت وراحوا بالإعادة عادوها العادة لو يعني لو تتطلع عليها هو لسه عم بتحرك هو الإشي الوحيد اللي ممكن خلاهم يغيروها لأنه هاي كانت شالنج صح نحن خلطان هاي لعملها شالنج غيروها كانت أوفنسف لقلوها ديفنسف صح رجلي عم بتحرك أوكي بس هيكا إذ هيكا نوكول انت علي ممكن انه خلص عشان لسه الطابع ما دخلت الملعب كمان فأخذوا عطوها تكنيكل فري ثرو ورجعوا للطابع آخر شي بس نحكي عن هالسلسة لي كيمبا ووكر ما لعب نيح بالمرة ما سدد نيح بس لعب نيح عارش كيف أفسرها هاي بس ما سدد نيح كان له أثر بس لعب نيح ريباوندين إذا ما أنا كنت مستغرب أصغر واحد فيهم قاعد بالن ريباوند زعلهم كلهم بالضبط كان عنده ريباوندين بالكولت الرابع كتير مهمين وهيكا بضغط روحه إيجابية بس يعني بحتاج يكون أحسن بتحكم بمبسط شايف ضحكته كبيرة انت بالمباراة هاي لا بحتاج يكون يهدف أكتر شوية فورنيا تدد نيح كمان شفنا شوية فورنيا اللي توقعنا نشوف يعني ف فكرك فيه أمل يفوزه مين السلتكس كمان مباراة السلتكس ممكن يفوزه كمان مباراة ما رح يفوزه السلسلة بس كمان مباراة ممكن لأنه إذا تيتم رجع لعب كمان مباراة زي اليوم إذا صار كل اللي صار اليوم انت علي هم هلا لعبين ثلاثة يعني يفوزوا كمان ثلاثة من الأربعة الجايين ولا من الخمسة الجايين صعبة لا لا بس سلتكس لا لا بحكي بس كمان مباراة واحدة أنا بقول هم لعبين ثلاثة يعني ضايل عليهم أربعة بالكتير لازم يفوزوا منهم ثلاثة مستحيل تصير بس إذا تيتم كمان مرة سجل خمسين وكل شيء زبط زي ما زبط معهم اليوم يعني ليش ما يربحوا كمان مباراة بربحوا كمان مباراة هم قبل ما نروح للسلسلة بعديها بأسر لك سؤال حكا لنا واحد من مستمعيننا الفوكس تسألك يا مين عم بتشجأ انت بالبلايوف يعني مين بدك يفوز البلايوف بعرف فريقك ما عم بلعب بس قلبك لمين عم بيميل انه يفوز هاد الموسد صراحة ما ما فكرت فيها كتير كان يك سألتك ياها بدون ما اقول لك اني حسن ياها القلب بعرف يبدو لا لانه كل سلسلة عندي فريق كل سلسلة حابب فريق يفوز على سبيل المثال بس مش معناته بدي اياه يربح البطولة فلازم لازم تسألني كل جولة بجولة حسب مين عم بلعب وانا بقى لما اقعد احضر المباراة بصير احكي لك والله بصراحة عصبت لما الحكام اخذ الفاول من هذا انا هيك عم بكتشف انا كمان هيك بكتشف يعني انا بهاي السلسلة بدي بروكلين يفوز مش عشان اني مشجع بروكلين بس عشان جعبالي اشوف شو رح يعملوا بروكلين مع فريق زي فيلي جعبالي اشوف الماتشف هاد جعبالي اشوف بروكلين وملواكي وهلا رح ادخلك عبروكلين وملواكي هاي كتير سلسلة متحمس لها فعم بشجع بروكلين عشان يوصلوا للمرحل الجاي بعدين لما يلعبوا بروكلين وملواكي ما بعرف مين رح اشجع بس بعرف اني رح كتير اكون مبسوط بهاي السلسلة انا بعرف مية بالمية رح اشجع ملواكي مية بالمية عشان اكله كتة وبحس انه عم بابنه صح عم بيشتغله صح انا قلبي كاش تسألني اسألني طيب قلبي مع ديم در لو من كل حالة يعني بي بدي يفوز احلى قصة بس يعني بعيد بعرف بعادهم عن اللقاب وبدهم كتير اشياء حنوصلهم بس هذا اللي قلبي بدي يفوز يعني انا اذا بدي احكي لك هيك اذا بدي اخذها كلاعب المسكين كريس بول كان وقفت معه من اول يوم بس يعني عارف عارف انه ما رح تسير وبعدين مع الاصابات لسه صارت اسوأ واسوأ فرصتهم نوصل لهم خلني احكي عم الواكي شوي هاي يدويس جولة انتقام بعد اول مباراة قلنا اوف هاي رح تكون سلسلة نار نار بعدين اجت المباراة التانية قلنا لا بتسير الباكس مش رح يسددوا بهاي النسب العالية بكل مباراة بستاهلوا الفوز هاد بس السلسلة ما انتهت هلا مش بس انتهت السلسلة عم بحكي لك مايامي الهدف تبعهم انه ماينفضحوا زيادة لانه هلا عم بتصير فضيحة هلا اللي عم بيصير فيهم فضيحة وعلى الجهة التانية الباكس بدهم يزلوهم بالزبط بالزبط لانه مايامي فضحوا الباكس ويانس ومايك بودنهولزر السنة الماضية انه وصلت لدرجة انه من الواكي لعبوا منيح كل الموسم ولا هدا ما اخدهم بجدية بس عشان انه عارفين شو صار فيهم بالبليافس ضلينا نحكي عن الاختناق ضلينا نحكي عن مايك بودنهولزر وكيف هو مش مدرب من النخبة وبعرف شي حكينا كتير دخلوا ع هاي السلسة قالوا لك لا نحنا بنا نغير الحكي ونحنا زي ما انت حكيت بنا ندل مايامي وبتعرف انا متأكد من هذا الاشي لانه لما تطلع على هاي المباراة التالتة بودنهولزر ما طلع جرو هوليدي او بروك لوبز لصاروا متقدمين بفارق 30 نقطة كان ضال خمس دقائق او اشي بالرابع ضلي لعبهم لصار 30 نقطة الفارق طلعهم ترك كريس ميدلتن نزل الفارق لـ 28 ولا 29 استنى لرجع طلع فوق التلاتين بعدين طلعوا وانا متأكد انه هو معصب انه خسرت المباراة بفارق 29 مش 30 نقطة هو كان بده التلاتين متأكد 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 الهيت ما تقدموا غير مرة واحدة بجيم ثري 2-0 2-0 تقدموا وبعدها اتدمروا 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 المشكلة كمان وين للهيت وهاي القصة الكبيرة المباراة التانية سجلوا من الواكي 46 نقطة بالشوت بالربع الاول مش الشوت الاول بالربع الاول بالشوت الاول كله من جيم ثري سجلوا 49 نقطة وشاتوا بنسبة 40% من الملعب وبس شاتوا سددوا 20 ثلاثية بس حطوا منهم خمسة فما سددوا منيح مش زي جيم تو انه التسديد تبعهم كان كتير 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 ممتاز كان التسديد عادي بس المشكلة عند مايامي انه هم من الملعب كفريق عم بسددوا 38% بس من الملعب وبكل مية هجمة عم بسجلوا تاتو 90 نقطة يعني لو بتطلع على التاني اسوأ تسجيل بكل مية هجمة بكل البلايوف اللي هو تبع السلتيكس هم عشرة عشرة نقاط اسوأ من تاني اسوأ هجوم همت علي عم تحكي عم بتقارن فريق عم بلعب بدون تاني احسن لاعب له وهلا بكون زاد وانا جبت هدول الارقام قبل المباراة اللي سجلت فيها تيتم 50 نقطة فرح يكون زاد الفريق يعني هجومهم مذل هجومهم كتير كتير زبالي هجوم زبالي بس بدي اه اه اقول اقول كمل لا اذا بدك تحكي عالمباراة احكي عالمباراة لاني انا بدي ااخد الموضوع بطريقة تانية احكي عالمباراة وبعدين رح حصلك السؤال اللي عندي شوف الديفنس اللي عم بلعبوه الباكس ممتاز ممتاز عشان عارفين هم من شو نقاط ضعف ميامي وشو نقاط قوة ميامي واللي عم بيعمل بودن هوزر ممتاز عم بيسكر الثلاثيات عليهم وعم بيسكر الاختراقات السلالم ميد رينج اللعب اللي بدك يا بام نسكها وشو تعمل اللي بدك يا جيمي جيمي الوحيد اللي عم يسجل حتى من ميد رينج بس مش كتير كمان دراجج البيكن رول تعتك انت و بام فيش في واحد تحت السلة دايما ما في الاليوب ولا الاليوب بين دراجج و بام الدفاع ممتاز ولا سلة بسهولة يعني الجيم عم بتطلع عليها لما يروحوا لما يهجموا الباكس عادي باس باس واحد فاضي ليوب ثلاثية في لعب وميامي عم بيحاولوا يدافعوا فريق مدافع هو عم بيحاولوا يدافعوا عادي باس 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 الاخير واحد بفضل الهيت عم بيعانوا بيعانوا بالهجوم بش ولا واحد غير جيمي قادر يصنع فرصة لحاله وحتى هدول بالزور عم بيطلعوا يعني عم بيهلكوهم جد الدفاع اللي عم بيسووه وحتى أشياء صغيرة أشياء صغيرة جروه هولادي لما يطلع يعني هو غير حتى ميامي حطوا دراجيش بالستارتنج لائناب هو أحسن فوينتغار عندهم جروه هولادي من أول ملعب ماسكو من أول مباراة مقزز و بتعبو هلكو بتعبو بتعبو وشو بتسوي تبعو حتى لو هاي ما بتاخد ستيل منها انت عم بتأخر الهجمة انت عم بتعطي انه بدل ما يوصل على النص التاني وضايل 18 ثاني 16 ثاني معاهم وقت يقطعوا معاهم أكمل باس عم بوصل بكون ضايل هيكا 18 انه أقل من 16 ثانية 12 ثانية 10 ثوانية فكل شي مستعجل فعم بيخر عم بيكركب لهم كل إشي وإذا اختراقت عندك اثنين عمالقة بروك لوبز ويانس عم بيقعدين ببالكوا كل إشي عم بيهلكوهم من الجد الدفاع إشي يعني جبار 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 طيب اسمع السؤال اللي بدي أسألك إياه لو انت هلا بروكلين أو فيلي عم بتشوف شو عم بيصير في قلق عم بتخاف شوي من اللي عم بتشوفه طبعا ليش بي أسألك لأنه أنا أظن عم نشوف فريق عم بتخطى الصعوبات واجهها وكل الفرق الجبارة بتعيش هال هال تجارب كلهم وبتعلموا منهم فيهم وأنا أول واحد عم بتذكروا هالله ام جي والبيستنز صح وكيف قتلوهم ودمروهم لسنتين وما بعض وبالآخر لما طلع عنهم طلع عن الحاجز هاد بطل فيه إشي يمسكهم نفس الإشي لبرون صح لبرون جيمز بعد ما خلص ربح أول بطولة وغلب كل إشي وكل حدا طلع بوجهه بطلت الدارة وقفه نفس الشي كوبي وشاك نفس الإشي كوبي وشاك هيك الأبطال هيك لازم بتاكل كتل على الطريق تعلموا تعلموا وهذه الصعوبات والحواجز أوجي مش بس حواجز على الملعب حواجز ذهنية كمان مثلا عشان خسارة بتأثر فيك بتهنيتك بعقليتك كثير إنه ناس بتعينها كوبيس مثلا إنه خلص إنه تصير خلص يصير جد يصير تشك بحالك وهذا أسوأ إشي للاعب محترف لما تصير أنت تشك بقدراتك شوي إنه جد نحن طيب إنه معقول إنه خلاص عايشين براسنا وجد أنا يمكن ما بقدر أسويها هاي الحركة عايق مصيبة لما تصير باللاعب مصيبة فلما يحتاجها يشتازها خلص إنت هلا فريق ثاني البوكس هادل عم بيصير فيهم هلا ومشان هيك بحكي لك أنا كتير متحمس أشوف بروكلين أوفلي بالدور الثاني بروكلين وملواكي قصدي بالدور الثاني لأنه كتير حابب اللي عم بشوفه من هذا الفريق واسمع دورت عليها أنا تذكرت إنه يانس حكي إشي رح دورت عليه بدي أسمعك شو حكي هو في السنة الماضية بعد ما الميامي هيت طلعوا الملواكي بوكس من البوكس سألوا إنت هلا شو رح تعمل شو كيف رح تشتغل شو وضعك كل هالأمور هاي أعطاهم شغلة في ناس بتشوف حيط بتتجه بطريق تاني أنا بشوف الحيط وبأكسر وبدخل فيه هاي بتذكر هاي حكيناها ببوحتي من الحلقات كان عم بسألوه عشان إنه منت بدك تغير فريقك هلا إنه ممكن كان هو أنت فري ايجنت كاش توقع قال لك لا وغيو قاعد بكسر بالحيط ما عم بحكي لك رح يربحوا البطولة ما عم بحكي لك إشي بس البعبع اعتباعهم راح اندعس عراسو اندعس عراسو فرح يدخلوا على السلسلة الجاي الثقة بالنفس من أولهم لآخرهم هم للأسف الشديد مع إنه مش لاعب كتير مهم بس دونت ديفنشنزو طلع وهاي للماتشاب تبع النتس ضربة لأنه دونت ديفنشنزو كان رح يكون واحد من اللعيب اللي رح يمسك يا كايري يا هاردن إصابة صغيرة رح تأثر على الفريق شوي وحزينة من ورا هذا الموضوع بس أنا كتير متحمس أشوف هدول الملواكي بوكس شو رح يعملوا ضد فريق زي البروكليند كيفت عليهم كيفت على شخصيتهم يا أخي كيفت على شخصيتهم هاي الشخصية بلشت بآخر بلشت بالموسم بس بآخر الموسم كان في حادثة اللي ورجت هاي الصلابة الذهنية موجودة للفريق آخر مبارايتين كان بقدر يرايحوا لائبتهم ويخسروا يعملوا تانك يعملوا تانك زي ما عملوا كليبرز كان نزلوا للرابع طلع لهم يا أتلانتا ويا النكس دول خصمين أسهل من ميامي أكيد بس هم لا قولك نحن هنفوز وما ما متفرق معنا مين هيجي لو ميامي لو مين مكان قليهم العكس خلينا نجيب ميامي وخلينا لعضدهم من هلأ ونخلص على الموضوع هاي هاي الحركات تفرق من تفرق كتير نكيف نكيف عليهم طيب عسيرة نيويورك وأتلانتا اه انا شايف هاي السلسلة يا دويس سلسلة نجمين وكل واحد شو عم بيصير معه مهم والفريق اللي هلأ متقدم متقدم لأنه النجم تابعه عم بيتعامل مع كل إشي بتزدت بطريقه كتير أحسن من النجم التالي فعى جهة أتلانتا طبعا عندك تريان تريان هلأ معدله 27.7 و10 أسيست عم بيسدد بنسبة 48% من الملعب 44% من برنطور رائع النكس لا اسمع قبل ما تروح على النكس خليك على تريان اه لا اكمل على تريان وعم بيحكي وعم بيحكي وعم بيحكي ومكيف انه عم بيحكي حب انه هو صار الشرير تريان شرير شغلي هو يعني قال لك اذا انتو هيك رح تعملوا فيه انا مبسوط انا بدي اكون الشري هلأ اللي انا بدي احكيه عن النكس ما في نوع دفاع ما استعملوا ضده ما في نوع دفاع ما استعملوا ضده عم بعطوه البلتس من الهاف كورت بمسكوه بمسكوه فول كورت مرات بزدوا واحد يلحقوا من كل محل الدبل تيمز التريبل تيمز لما يكون اللعب جوه خشن مرات بدون ما يشوفوا الحكام بيكون لسه اخشن ايش ما يعملوا ما عم تزبط معهم بجيم ون المدافعين عليه كانوا اغلبهم القاردز تبعوا النوي يور اه الpoint قاردز جيم تو مسكوا الجنحان الجنحان مسكوا تريان جيم ثري بطلوا يركزوا على واحد او اتنين يمسكوا صاروا كلهم كفريق يركزوا عليه الزلمة ايش ما يعملوا النكس قاعد بفكر على الملعب انت عم بتشوفه على الملعب عم بيشوف شو عم بيصير وعم بيفكر وعم بيطلع بحل وعم بيعدل وعم بيطلع بحل والنكس لو تطلع عليها انا راح احكي شغلي مجنونة شوي لانه انت ما تطلع وتحضر المباريات راح تحكي كيف يعني بس النكس الدفاع اللي عم بلعبوه لو تطلع عليه الدفاع مرتب ومنيح مش انهم ما عم بلعبوا دفاع منيح عم بلعبوا دفاع كتير منيح بس هو كتير اشطر على الهجوم عم بيصير منهم مش عارفين كيف يتعاملوا فيه فمشان هيك متقدمين اتلانتا 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 على الجهة اللي يعني لاحظ خلينا على الهوكس شوي اللي عم بيصير عشان عشان هو عنده طبعا الرينج بيسدد من بعيد كمان فعم بفتح مساحة وعشان ما في لاعب واحد بقدر دافع عليه فانت اول ما يصير هيك عم بيعطي الباس الصح وعندك لعيبة على الهجوم هناك عندك بوقدانوبيتش عندك هنتر عندك كيبن هرتر عندك جون كولينز بانه كان فعل ترابل تير من هاي السلسلة قال ناري قال ناري شوف هم السبب اللي خسروا فيها جيمتيو عشان قال ناري كان عنده سبع ثلاثيات هو فاضي فاضي ولا حد ماسكو فقحهم كلهم هلا هالمرة جاء بهم فالهوكس عندهم لعيبة عندهم مسددين على الهجوم عندهم انتقل على النيكس النيكس شوف جوليوس راندل فانت عندك النجم على الجهة واحدة وعندك النجم الثاني على الجهة الثانية جوليوس راندل 14.7 عبو عدله تسجيل 12.7 ريبونز 3.3 أسيست ركز عليها هاي 3.3 عم بيسدد بنسبة 24% من الملعب و30% من بره وأتلانتا زي ما هم زي ما النيكس على الجهة الدفاعية يعادين بيعملوا كل إشي بيقدروا يعملوه مع تري يونج أتلانتا عم بيعملوا كتير أشياء حلوة مع جوليوس راندل كلينت كابيلا اللي ماسكو بالعادة المدافع الرئيسي عليه بس دايما عم بيبعتوله يا من السترونج سايد من الجهة اللي هو شايفها يا من وره من البلاينت سايد عم بيبعتوله double team مرات حتى عم بيبعتوله triple team وين مشكلة جوليوس راندل اللي عم بتسير لما يحاول يسدد كابيلا والمان اللي معه عم بيصعبوا عليه التزديدة فنسب تزديده نزدد هو اللي مش عارف يعمله وهذا الاشي كتير مهم لأنه بالموسم كانت واحدة من الأشياء اللي اللي ساعدت بكل الهجوم تبع نيويورك كيف بيشتغل النظام تبعهم انه جوليوس راندل صار يعطي باسات صار صانع علعاب ممتاز لواحد بيج مان هلا مش عارف يصنع لعب الرقم اللي حكيت لك يا ركز عليه 3.3 assist هذا نازل من أرقامه بالregular season أرقامه بالregular season تقريبا 6 assist يعني انت عم تحكي عن النص فلما يجي الدبل ومرات التريبل مش عم بيعرف يلاقي المان الصح ولما يلاقي المان الصح ناس زي RJ Barrett عم تيجيها تسديدات مفتوحة فاضية ما عم تحط عم بيفكح عم بيفكح فالنكس كلهم كفريق عم بيعانوا من هاي الشغلة وبتبدأ بحركة انه عم بيصعبوا كل شيء عجوليس راندل وجوليس راندل مش عارف يتعامل معه انا سألتك قبل سلسلة انه تحصن من جوليس راندل معقول هذا مستدام معقول هذا المستوى القفز الهائل اللي عملها معقول هذا مستدام مش جاهز اقول هاي شكله كانت شكله لا عشان قدم موسم ممتاز بس واضح انه الزنم عم باختن بالبليوف الضغط مش عارف كيف تعامل معه وهذا اشعر يبعث المتابعين بيبعث بيقول لي ما عرفت ازا اضحى كلها عص وقبل شوي حكينا عن الثقة اهم اشي لللاعب ثقته بنفسه يعني فيه العيبة حنيش على اوستن ريفرز مثلا لو شو ما صار ثقته بنفسه بالسماء واخرته حيامل اللي عمله اوستن ريفرز بالكورتر الرابع هنجيلهم هلا لدينبر شو لي اسراندل هلا ما عنده ثقة بنفسه وهاي اخطر اشي للاعب محترف ولا عم بتردد بكل اشي ما في ولا حركة سلسة عالملعب عم بمسكها وعم بيوقف الطابع وعم بيفكر لما انت تصير تفكر على الملعب هاي اكبر مشكلة انت لازم تصير غريزة غريزة وعم بتحرك وام بمسكها عادي سوينج وبتكون عارف هتسدد هتعمل 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 هم بيعمل نفس حركة اخ تعرف عجبني هذا اللي حكى لك ياها عشان بيعمل نفس حركة سياكم اللي بس بياخدها وبين بيعمل سبين ليش عشان عم بيبطئ حالو مش عارق بدي حط ظهر لللعبة عشانه خايف يعمل حركة والسبين هيك حركة مش ضعيفة بدأ قول بس حركة آمنة انت ما عم بتحط الطابة بأي مجازفة عم بتحطها عم بتحميها وراك مثلا وزي ما انت قلت عم بتردد عم بتردد وكل شي فالروتيشن عم بيصير البول روتشن عم بيبطأ كل شي عم بيبطأ الميراندل من ال54 تسديدة اللي سددهم بهاي البلايوب وهاي عم بتأثرت عم بتأثرت عم كل شي لما بلش يفكح أثرت عم كل شي تقتوا بنفسه هلا بالحضيب مش كده مش كده عشان بيحتاجوا يكون نفس الريجلور سيزن لو لديريك روز كان هم يخسروا هلا 3-0 100% ديريك روز حتى بجيم 2 هو أليك بارس أليك بارس سعدهم بجيم جيم 2 جيم 2 أليك بارس لعب كتير مني وزي ما انت حكيت ما عم بفكر كتير خلاص عم بعمل اللي هو متعود يعمل أنا بلعب بهاي الطريقة أنا بعرف أنه أنا فعال بهاي الطريقة وعم بعمل اللي عليه هلا جوليوس راندل لازم يرجع إذا بدهم ينافسوا لازم يطلع من الفنك هذا تبعه لازم يرجع يلعب زي ما جوليوس راندل لعب الموسم كله عشان يعطينا سلسلة حلوة لأنه بصراحة هاي السلسلة غير اللي عم بيصير على الملعب أنا كتير مبسوط على حروب الهتافات فعندك كانت تريز بولدين هاي ووتتني ضحك عفكرة هما هتفوها خيل أنت عم بتصلع وتلاقي 20 ألف واحد من نيويور قاعد بيهتف إنه أوجي عم بيصلع أوجي عم بيصلع أنا كأيام بتع تري إنه تري طلع عليه وصار يضحك إنه جلع هاي حلو فبجيم سري جوليوس راندل كل ما يلمس الطابق جمهور أتلانتا أوبر ريت أوبر ريت هاي يرتع ليه فبدي أجو شو بيطلع أهلا في جيم فور حرب الهتافات كتير حلو في هاي السلسلة فإن شاء الله تمد أنا جعبالي تمد ما بديها تخلص بأربعة وللأسف الشديد إذا أتلانتا بخمسة قصدي إذا أتلانتا فازوا المباراة الرابعة ما أظن راح تمد هاي أهم مباراة لنيويور كل الموسم الخامسة بنيويورك أو حيلعبوا ثلاثة بأثلاثة فإذا فازوا نيويورك جيم فور بصفوا راجعين متعدين ثلاثين ثلاثين بيصير عنا باستوف تري السيريز أول فريق بربح مبارايتين وتنتين منهم بيكونوا على أرض نيويورك إذا جوليوس راندل ما برجع جوليوس راندل من الموسم صعب عشان هدلاك هجومهم كتير أقوى عندك ناس تهدف يعني هجومهم كتير أقوى وعم بيعرفوا يتعاملوا مع الدفاع القوي اللي عم بلعبوه النكس فعالجهتين انت خسران خسران طيب تايم آوت سريع ونرجع نحكي عن سلاسل المنطقة الغربية رجعنا من التايم آوت خلننتقل على المنطقة الغربية يا دويس رح نبدأ بيوتا منفس زي ما بحكينا أول حلقة أحلى إشي بهذا الدوري إنه معبى نجوم كل محل جاء عيني صادع صادع من كل هالنجوم جاء من أبرزهم يا أخي عيني بدك إذا بدك تفهم شخصية جاء موران ما إلى غير بهجمتين الشوت الأول طلع حاول يدنك على ودي جوبير حاول يمزع على ودي جوبير كأنه سميني أكل بلوك يعني أكله صراحة إنه طير ودي اطلع من راسي اطلع من راسي أنا بعقلي المحتل لأنه جاء لأنه جاء رجع ورجع ورجع وضلي لعب بالبيت ما بخاف راح يدنك علي كمان مرة هداكا منطش خاف أنا حطيت الفيديو عليها مين المجنون هاد يا سنو بعد اللي سويته فيه لسه قاعد بطلع راسي بحاول يدنك علي عشان عشان أنا بتقاف أنا على تويتر مش شغال كتير بس مرة واحدة بلاقي كل هاتهم بعثوا لي الكليب إنه آه بل لك طبعا معظم الناس مش شايفين مباراة عشان لو شايف المباراة ما كان بعثوا سجل سبعة نقطة الزلمة وراح رجع له بالكورتر الرابع رجع له بده ينط عليه وذنك فوقي وهذاك ما نطش فأنا رحت دورت الحلقة اللقطة ورافعتها بس أنا شوف بعقلي المختل عملت إنه كأنه هو بسمع مان تمان هو سمع إنه إحنا منتمنى إنه بس هيك لقطة واحدة على رودي اللي بتعرف اللي ممكن ينهي فيها حتى لو فكح انت عليه والله كان شوية بسمعه رودي كتير طويل بس إسمع يعني شوفت دي سورة جعها يعني جع رجعها مش بس دورها جعها لآخر دنيا مش إنه بده يحط دنك يعني إنما كواي يحط دنك حتى الدنك اللي حطه قبل أكمل يوم على بيليتس كان أحيان أحيان بحطه على كليبر على كليبة على ماكسي كليبر صح ما بعرف لك بصير بيليتس ما تذكر بيليتس لما انعدم من لبرون مشان هيك فماكسي كليبر انعدم من كواي كان دنك كتير حلو وطيروا لكليبة بس ما بتحس فيه الشراسة اللي بدخل فيها واحد زي جالا ما يحاول يدنك جالا ما بده يدنك على واحد بده ينهي بده يدفل ينهي بده يدفنه بده يدفل بده يكتف حياتك انتهت الله يحط بباله خلص رجعها لو ورا لآخر الدنيا يعني بده حط إنه كبس يعني الدنك تبع كيفين لوف اللي هاد اللي وراي في صورته وراي هذا الدنك إنه ما كان إنه لو خفف الدنك شوي كان حطه الدنك كان ما فكحه بس هو بده يكبسوا كبس بده ينجد رهيب من شخصيته شخصيته رائعة شخصيته رائعة رهيب من إذا أنا مشجع لمنفس مش فارقة معي حتى لو خسرنا الثلاث الباقيين المباريات الثلاث الجايين حتى لو خسرناهم كلهم أنا مش فارقة معي أنا عندي جاعة فريقي والمستقبل واعد بدي أسألك سؤال يدويس فكر بمنفس غريزليز كنادي وحتى أيامهم لما كانوا الفانكوفر غريزليز عمرهم كان عندهم نجم مثل جا عنده هاي الخلطة الشخصية مع السقف تابعه لا أكبر نجم مر على هاي على هذا النادي من لما هذا النادي بدأ بلا شك بلا شك أنا كتير مبسوط بكون إذا أنا مشجع للمنفس غريزليز كيد مكيفين لك أحلى من هيك والحلو بجا موران إنه بالرغم من إنه سجل 47 نقطة ضد رودي جوبير ودفاع الجاز وما عندهم كان أي حل إليه عم بيحاولوا وكانوا خسرانهم بكتير وكانوا خسرين رجعهم رجعهم وما بيخاف وظلوا يروح ظلوا يهجم على رودي ظلوا يهجم على رودي اللي حلو بكل هذا بعد كل هاي بعد مباراة قال لك ليس كفايا ليش مبسوط وقاعد إنه بيبارك لحال سجل 47 نقطة لا لا لديه يفوز بطريق هو حتى تغريدي قال إنه ليس كفايا أو إشي هيك بعدها بمقابل اللي بعدها بيوم صالح هذا اللي حكاله يا أبو أبو حكي ليس كفايا منذكر هو عنده علاخة كتير حميمة مع أبو أبو كتير صارم معه أبو اسمع على القصة سمعتها هاي بارح كمان أبو كان لاعب كرة تسلة وكان هلاعب professional بي ما وصل NBA بس لاعب بالكوليج وكان هيروح هلاعب بأوروبا بس كان معاه بنفس الصف صديقي البودكاست ري ألن والله آه صاحب هلاعب مع لا قبل الجامعة بالمدل بالثانوية آه بالثانوية فشاف كيف ري ألن تربى كان هيكا زلمي محترم وكان تركيزه كتير على كرة تسلة وكذا فهو لما صار بد يروح يحترف بأوروبا بدلا ما يروح الجامعة أو بعد الجامعة مش بتأكد إمتى التوقيت حكت مرته قالت له أنا حامل بجامران واللي صار إنه طلع جامران فهو قرر إنه يضحي بي مسيرته الكروية وقال لا إنه أنا ما بدي ابني أكبر بدون أب فأنا رح أرجع وأربي ابني وحيكون لاعب سلي فضحى ب مستقبله كلاعب محترف بأوروبا ويرجع عشان يربي ابنه صح فهو ابنه كتير أو أبعض والهلا جامران بيعيش مع أهله في منفس بيعيش مع أمه وأبوه في منفس بالبيت يعني علاقته كتير حميمة مع أهله وأهله فأبوه دايما إنه لو شو مكان ما بيعجبه يسوها جامران مش عاجب العجب مش عاجب العجب ولا طيب ماشي بس إنه بس إنه هو بس عم بحط له يعني أهداف كتير عالي طبعا أكيد هو فأخور بابنه عربي مية بالمية بالزبط بالزبط زيها هاي العرب إنه جبت ولا 99 يما طب ليش وين المية وين العلامة وين العلامة ضعت منك طلع التاني التاني على الصف كله ليش مش أول ليش مش أول أيوة بالزبط كل ما تسوي يجي والله تخرج تانوية عقبال الجامعة طب خلشتها عقبال الدكتوراه طب خلص عقبال الدكتوراه التاني طب ليش طب ها الدواء كله ممروز جبت بنت عقبال الشاب إن شاء الله أبو جامورانت عربي عربي من أصول عربية أكيد أكيد لا لا اسمع روعة روعة هذا الولاد مع جهة يوتا بس أتحكي شغلي سريعة أنا لو إني فريق يوتا بكون كتير مبسوط بظهور جونيفان ميتشل بهذه المباراة لأنه بالشوت الأول ما كان على بعضه كان هيك لسه متردد شوي مش عم بدخل عم بخترق بالبينت أغلب تسديداته من برا بعدين هيك بتحسه بالشوت الثاني ارتاح وهو لما ارتاح الفريق كله كمان ارتاح معه ورجعوا يلعبوا لعبهم يعني بجيم تو سجلوا 19 ثلاثية وسددوا من برا القوس بنسبة 49% هدول الأرقام تعودنا عليهم نحنا بالموسم وزي ما حكينا بآخر حلقة الجاز أو واحدة من آخر حلقات الجاز كسروا الرقم القياسي لمعدل الثلاثيات بكل مباراة أعلى معدل ثلاثيات بسجلوا فريق بكل مباراة تاريخ الأنبياء هم متعودين يسددوا من برا ويسددوا بنسبة عالية عم بعملوا صر له هذا الحكي من أول الموسم في جيم 1 بدون دونيفان ميتشل سددوا 47 ثلاثية سجلوا منهم 12 26% مش لعبهم جيم 2 ارتاحوا ميتشل لعب منيح كتير منيح واحد راجعوا ما لعبش حتى 30 دقيقة يعني لسه كانوا خافين عليه شوي هو على منتس مايك كونلي صار يوزع لعب كل حدا عم برجع بعمل اللي فيديو وسجلوا 141 نقطة في أعلى رقم نقاط مسجل في البلايوف لفريق الجاز بتاريخ النادي يعني حتى أيام ستوكتون ومالون ما وصلوا هال أرقام العالية فالجاز أظن مبسوطين وكتير مرتاحين بعودة تونيفان ميتشل لأنه لما أنت يكون عندك أفضل لاعب عندك مش عم بلاعب طبعا رح يتأثر عليه الغريزليز ما رح يسكتوا ويهدوا وخلص يستسلموا رح يصعبوا كل مباراة على الجاز وهذا أظن رح يفيد الجاز للأدوار الجاي أنا بعتذر لأنه من من أول حلقة تنبؤات للبيوف تسألتني قديش فكرك شو تواقعاتك قلت لك سويب أنا آسف يا منفس حقكوا علي ما رح تكون سويب ما بستغرب إذا فازوا كمان جيم آه ممكن يا أخو يعني عادي ممكن تسير آه ممكن ممكن فينيكس ألي يا دويس ما أبدأ حكي هاي سلسلة كانت أكتر سلسلة بتحمس وهلا صارت أكتر سلسلة بالدبر السماواتي يعني مديش أحكي فيها ما بدي أحكي فيها ما بدي أحكي فيها ممكن تديش بدي أقاطعها لا أحكي بها كم الشغلة على السريع بس جد جد على السريع بس عشان الجيش ما يقوم علينا عشان كمان هذاك اللي سواها الجيش كمان قصدي اللي سواها لبرون كان أشي كتير حل الليكرز يا سيدي العزيز بس عملوا حركة كتير صغيرة ومش سر كانت السنة الماضية السلاح السري نحنا سمينا هم هلا بطل سري صار الكل يعرفوا لأنه صار يستعملوا كتير لعبوا أنتني ديفيس مركز الفايف عم بيقللوا الدقائق اللي بلعبوها البيجمن وأنتني ديفيس هو رح يصير البيجمن تبعه لما يعملوا هيك فيش إشي فينيكس بيقدروا يعملوه ما عندك نقاط ضعف تقدر تستغلها وما عندك ماتشابس تستفيد منها وفينيكس عصبوا هاي المباراة أنه بيّنت العصبية عم تطلع منهم لأنه بوكر وجيك راودر التنين انكحشوا من المباراة فهارد لك يا فينيكس خدوها أنتو كتجربة تعليمية لعيبتكم صغار عم بتعلموا وعم بالعبونيح وعم بلعبوا ضد إيتن الحاملين لقب الأبطال عم بالعبونيح نحن ما كنا متعققين أصلا فينيكس يكونوا تاني على الغرب هاي السنة توقعناه وراح ينفسوا للبلاي اوفس فإنه تحكي أنت دخلوا البلاي اوفس بالمركز التاني أنتو كتير كتير أعلى وتفوقتوا على التوقعات اللي قبل الموسم لهذا الفريق فإنك تعمل لما واحد زي كريس بول هيك يصير فيه طبعا رح يتأثر الفريق وحظ زي زفت النقطة اللي بدي أحكيها عن اللي كرس بس إشي تخلي عينك عليه في نقطة ضعف من السنة الماضية لسه موجودة عند هذا الفريق وما عم بتأثروا كتير مع فينيكس عشان الماتشاب تبع فينيكس كتير بفيدهم بس خلي عينك عليها لأنه السنة الماضية تحصنت بالبلاي اوفس بس التسديد من بره القرس لسه ضعيف جدا مع اللي كرس عم بيسددوا بنسبة 28% بالبلاي اوفس وهلأ عم تتأثر الشغلة أو عم بتأثروا هم بكيف بيحركوا الطابة والتوزيع تبعهم عم بيجيهم تسديدات حلوة يعني فاضية لو تطلع على mba.com وتطلع على التسديدات هم بيصنفوا كل تسديد ثلاثية من وين ومن بره open ولا مش open عندهم كتير تسديدات open والmba.com بيصنفوا تسديد open إنه ما في واحد عبعد متر متر وشوي من اللاعب عم بيسددوا بهدول open looks اللي عم تيجيهم بالنسبة 30% هذا التسديدات الفاضية 30% على التسديدات الفاضية مش حدا حواليك تماما تسديدات اللي بالزوايا اللي هم أكثر تسديده ثلاثية عم بيسددوا بنسبة 19% والسنز الاستراتيجية الدفاعية تبعتهم إنه عم بيحشوا البينت ناس وعم بيركزوا على أنتني ديفيس وليبرون جيمز وعم بتركوا لعيبة الليكرز التانيين شوتوا سددوا إحنا مش خايفين منكم واللعيبة يعني شفنا كيف لبرون جيمز مسك كي سي بي هداك اليوم يقول له I want you to shoot بدي ياك تسدد لأنه صاروا يترددوا ولبرون شافها هاي الشغلة يقول لك لا ما تتردد سدد سدد بدي ياك تسدد فيه يعني هجمة أنا بتذكرها وزعوا الطابع بعض وصاروا يعطوا باسات قاسول وكي سي بي وانتسيت من اللي كانوا على الملعب كمان بس أعطوا أكتر من باس وانت عم تحكي هاي تسديدة حلوة خدها ما أخدها أعطى باس اللي بعده أعطى كمان باس اللي بعده أعطى باس وصلت لكي سي بي وكي سي بي شاتها بعد ما خلص الشط له بعد ما انتهى الوقت فهاي الشغلة بس خلي عينك عليها لأنه السنة الماضية كمان كانت هاي نقطة ضعف عند الليكرز بس كل ما تقدموا بالبليوفس كل ما نحلت أكتر وأكتر وكل ما ارتاحه أكتر وأكتر وضد فينك زي ما حكيت لك مش مش يعني مشكلة كبيرة لأنه الماتشاب تبعهم صعب على الفينكس سنز بس ضد فريق ثاني ممكن تصير قصة فبس خلي عينك عليه ناكت بورتلين اه أبلج أنا أبلج يوكتش أفضل لاعب بهاي السنة هذا هو الفريق عندك واحد عم بلعب فريق كتير ناكس ناكسهم جمال مري ناكسهم ويل بارتن ناكسهم اثنين أساسيين بلعب دقائق نيحة بس عندهم أوستن ريفرز يا أخي تخيل شوف هاي اللي حكي بدأ سيرتها عن الثقة كتير مهم الثقة بالنفس عشان زي أوستن ريفرز ظل له شهرين ولا حد بده إياه كان قاعد بالبيت ولا فريق بده إياه بيجي هلأ بالكورتر الرابع وبلعب أحسن من دين بالكورتر هاي المهمة للاعب للاعب نبيعي أنا سامع مقابلات ناس عم تحكي عن أوستن ريفرز يقولو لك أكتر لاعب ثقة بالنفس إيش اللي أنت بتحكيها دايما كنت غير منطقية أه يحكو لك هو ملك الثقة بالنفس الغير منطقية الزلمة جد مقتنع لما تسمع مقابلات ناس زملاء بلعبوا معه يقولو لك هون فكر حاله أحسن لاعب بالأم بي اي هو هاتول الشهرين لما ما كان حدا بده يواقعه وقاعد بالبيت وقاعد بالبيت مش فاهم طيب ليش ما بدهم ياني بالضبط ما بيشك بحاله بيشك فيهم بوحده المضروبين بكل حدا تاني إذن في قصة مرة راح كان ما هو ابن دوك ريفرز اللي ما بيعرف أوستن ريفرز ابن دوك ريفرز المدرب أخده مرة على تدريب ما بتذكر مين تدريب السلسك أظن لما كان يدرب بوستن وكان أوستن ريفرز لسه بالثانوية مثل كيفن غارنت بيحكي له أنا وياك إذن ابن أون ون بغلبك كيفن غارنت بيقوله مين أنت فأنا صغير ابن المدرب جايبني أغلبني أنا البطل كيفن غارنت فجد هذا ملك الثقة بالنفس الغير منطقية وزي ما انت حكيت بينات واضحة بهاي الجيم جيم 3 يعني دمرهم للبلايزر بسي بتبلش من يوكيش يوكيش عم بلعب بالهاي بوست لما يمسكها بالهاي بوست مشكلة مشكلة عشان لو ورن وون مسماتش مين ما تحط عليه حتى أنه نوركيتش بدافع نسبيا أحسن من كانتر عليه بس بيقدر يسدد من برا تتقرب عليه بيقدر يخترق كتير أحسن من كانتر أنا عندي نقطة عن كانتر نوصل آه كانتر آه يعني لاعب انتهى بنحكي عن كانتر كم من أوكي يسدد من برا تتقرب عليه بيخترق إذا بجيب الدول تيم الباس تبعه بفيرفكت عشانه طويل شايف كل حدا وصل لك إياها بالزبط على الوقت ما بتأخر هو حاليا عم بيكون أحسن لاعب بالسلسلة ودائما لما يكون عندك أحسن لاعب بأنه هلأ أنا بالنسبة لي بورتلند فريق الحالي أفضل من النوغيتز لو بطلع على الأول سبع لعيب الفريقين بورتلند أحسن مفروض بس لما يكون عندك أحسن لاعب بالسلسلة دائما عندك شانس يوكيش هو حاليا أحسن لاعب بالسلسلة دائما ممكن يكون أحسن لاعب بالسلسلة أرقامه هو ودائما عم بيعدله بعض تقريبا يوكيش 36 12 و 4 أسس ليلر 38 نقطة 3 ريبان 9 أسس يعني الثانين عم بيبدعوا الثانين عم بيبدعوا 100% بس في لحظات بالجيم في لحظات بالجيم اللي بحس يوكيش ماسك المباراة أكتر دائما طبعا دائما حاليا يوكيش شوي أحسن منه لازم دائما يستيرفع مستوى شوي أكتر و بحس هيك بالجيم كأنهم يعني هاي الجيم كان فوض لكون لهم المباراة مرة واحدة هيك كأنهم فلتوا شوي من ال يعني رخوا شوي رخوا شوي وخلص هدلاك تقدموا وخلوا الفرق يعني حسيتهم مش مركزين كتير بها المباراة بمباراة التالتي ما أنه كل لعبيتهم عم يسدد المنية يعني هدلاك ما عم بيوكفوهم بالنسبة للي الجوكر اللي اللي بيقدر يقلب الموازين وبواضحة كتير يوسف نركش يوسف نركش بالنسبة للي هو الجوكر البلايزرز بآخر مباراة لهم لعب نركش فيها 32 دقيقة وطلع فالدات وهي تقعني مباراة التواني بيطلع فالدات 32 دقيقة اللي لعبهم البلايزرز سجلوا 9 نقاط أكتر من دنفر لما كان قاعد على البنش أو بعد ما انكحش من المباراة لأنه أخذ الفاول السادس دنفر سجلوا 14 نقطة أكتر من بورتلين ولو تطلع على بلاس ماينس تبع نركش بالسلسلة كلها لما يكون نركش على الملعب البلايزرز بلاس 21 يعني يمسجلين 21 نقطة أكتر من الدنفر ناكت لما نركش قاعد على البنش الدنفر ناكت بلس 31 يعني بلايزرز ماينس 31 لما نركش ما يكون قاعد فنركش هو اللي بيقلب الموازين والمشكلة وين انه كله بعود لوكتش كمان نركش قاعد باستصعب الدنيا لأنه لوكتش عم بلعب فيه كنت علي فنركش لازم يعرف كيف يضل واسمع انا تذكرت لقطة رح دورت عليها وعم بصير بتري ستوتس هلا بالضبط ايش ما صار بأوكلاهوما سيتي وما تدربهم ايام 2017 اللي هو بيلي دونيفن ما بعرف اذا متذكر هاي اللقطة ولا لا كانوا عم بلعبوا الوكي سي ثاندر ضد الهوستن روكيتس وكانتر كانوا عم بلعب على الملعب وسجلوا عليه والبيكن رول عم بيضلهم يسجلوا عليه والكاميرا لفت على بيلي دونيفن بعد ما يوستن حطو نقطتين وعم بلف على assistant coach تبع اللي هو موريس شيكس عم بحكي له طلعت واضحا بيني we can't play canter ما منقدر نلعب canter وانت تخيل هذا الحكي كان عم بيصير مع يوستن والبيكن رول تبع يوستن هلا عم برجع بيصير مع نوع تاني من المهاجمين اللي هو نيكولا يوكتش فكانت تر نصيبه على الدفاع معهم عم بيصير عنده هاي المشكلة لأنه نركتش مش قادر يوقف الملعب ويلعب لو نركتش عرف يتحكم في فاولاته بيساعد البليزرز كتير فاكو كومبازو فاكو أنا كتير عاجب نابوليون كومبازو نابوليون كومبازو زي ما عم بلعب كل قلب ورب هذا عم بلعب من كل قلب وجد عم بيشد حاله ومبين عليه انه عنده خبرة ها شفت كيف خلّ سي جي ياخد التكنيك الفاول وهيك عنده خبرة عمره 30 سنة رابح بطولات باليورو ليغ وانا كتير بتدايق لما اسمع أو ما بتفاجأ كمان لما اسمع عدم الاحترام من الاعلام الامريكي لفاكو انه بتخوتوا عليه بس انه صغير بس انه قصير هم عندهم هيك ترى كل شي بفكروا فيه انه بالاحجام انه إذا حجمك صغير انه انت سكين وبصر كيف انه فاكو لو تشوف كيف بيحكوا عنه أو بكتبوا عنه انه بس بدايق وحركات و هيك طب هياته عم بلعب ديمين للرد ثاني ثالث 11 نقطة 8 أسست و عم بلعب كثير منيح وهذا مش مفروض ستارتر اول سنة قلوه بالنبيا مفروض عم بيحكوا عنه عم برفعوه بالسماء لو انه امريكاني كان برفعوه بالسماء تخيل واحد امريكاني طوله 510 يدخل الباك اوب تبع جمال موري اول سنة قلوه بالنبيا و هيعمل اللي عم بيعمله جد ده ده كثير جبار صراحة هو عم بيعمل فريق عم بيعمل فريق كثير ثاني شغله بالنوغيتس ابني MPJ عم بيسدد النيح بس عم بيصير بفاول تربل شوي عم بي انه في ما عم بلعب ما عم بلعب على الملعب قد ما مفروض يلعب عشان عم لازم يقعدوا عشان تركيز بده يركز شوي شد حال شوي بس أنا زي ما حكينا أنا متفقل هاي سلسلة سبع مباريات مية بالمية ان شاء الله مية بالمية اه بدنا اه كليبرز مافريكس لا تكذب بعد أربع دقايق من هاي المباراة انت كنت متوقع انتهت السلسلة صح ولا لا تعرف أربع دقايق بالزبط احكي لك شو صار بعرش ليش اليوم كنت عم احضرت ثلاث مباراة المباراة القبليها السلتكس والنت والناس كان حاطين السكور تبع المابريكس فقهرتني أنا على التلفزيون بحط بشكير بغطي الزاوية دايما والله انك تهاف كانت ما سوي هيك عشان قهرتني عشان شفتها منك بقين شفت انه تعادل وكانت خمسين خمسين الاشيك فألا كنت تعلم رح يرجع كامباك اه رح يرجع كامباك اذا هيك انا رحكي لك انا شو صار فيه وانا عم بحضر المباراة بس اوكي لحظة لحظة قبل اندخل المباراة قبل اندخل المباراة لازم نحكي اشي واحد المتابعين بعت لي رسالة قال نيابة عن كل جمهور أرسنل بدي بدي اطلب منكم اعتذار ليش نحنا قلنا انه أرسنل انه نوغيت سمي أرسنل الاندي ايك اه انه لابا نحنا ما حكينا هيك انا ما حكيت هيك نحنا قلنا انه زي شبهناهم شبهنا بأرسنل اه شباب أرسنل بعتولي ماسيج قال بس انا ما شبهت بأرسنل يا دوي انا ما حكيت بأرسنل 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 عندهم تاريخ وربحة بطولات بأرسنل لا انا اللي حكيته انه تجربة المشجع تبع بأرسنل اسوأ تجربة مشجع اسوأ من تجربة مشجع أرسنل ما عم بقارن نادي بنادي انت كمشجع أرسنل صار لك سنين بتعاني بتعاني وبتاكم بهادل وهيك المشجعين أرسنل يا زلم مش مبسوطين مش مرتاحين مش مرتاحين انه تشجيع فريقهم اشي بوجع قلبهم انا عم بحكي لك اللي بشجع الكليبرز اسوأ اه طبعا طبعا انا هيك كان قصدي انا ما كان قصدي اقارن الكليبرز بأرسنل لا بس انا متأكد بعارش على البودكاست بس انا قارنتهم بأرسنل وصراحة براسك براسي قارنتهم بس انه لا أرسنل فازوا على القاب حكم على هنا هي مقارنة بين حياة التشجيع حياة التشجيعية والتجربة التشجيعية للناس اللي بتشجع هذا النادي والناس اللي بتشجع هذا النادي بس مش اكتر هلا اسمع احكي لك لشو صار معي بهاي المباراة لان انا بدأت احضرها اه اربع دقائق اربع دقائق نار وبحكي يا الله الكليبرز مش طبيعي ما بتعلم اربع دقائق انه والعت اولها كل اشي عم بشوتول مابز لوكا 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 بدأ عنار ها عنار والدفاع مش موجود ما في ما في شراسة ما في اشي كل اشي نحنا بهدناهم عليه بالحلقة الماضية ما تغير منه اشي المباراة مست وين يا اخي مست وين سفر يعني راح اطيهم حقهم هلا كمان شوي لانه رجعوا فاز المباراة بس ليش بتصعبوا على حالكم كل اشي كيف بمباراة مست وين باقل من ربع تخلي هالفريق يتقدم عليك ب 19 نكتة كيف كيف لانهم الكليبرز لانهم الكليبرز هلا اللي صار بهالمباراة غلطة كبيرة من المدرب غلطة كبيرة من مدرب المابس من ريك كارلايل ما كان لازم تطلع لوكا كان لازم نراجعه ابكر هو اعلم غلطته لانه راح خلى فريقه يفول اه يرتكب خطأ عشان يدخل لوكا ارتكب خطأ عشان نرجعه بس كانوا متعادلين لما رجع كانت 19 نقطة كانت الرن 14-0 اللي مشي فيها الكليبرز المهم شوف بدي اعطي الكليبرز حقهم اليوم باكمل اشي لانه نحن بهدلناهم كتير كواي و بي جي شالوا هالفريق اليوم كواي بدأ ما سدد اول تسديده لبعد ب6 دقايق كان صاير اللي صار بعدين مرة واحدة ضوار روبوت كواي اول 8 تسديدات لاله حطهم بول جورج كان عم بلعب انسايد اوتسايد جيم عم بورجيك كل اشي بيقدر يعملوا على الملعب عم بيسدد من بره عم بيخترق عم بلعب الطريقة كتير حلوة وهم التنين رجعوا الفريق وبس رجعوا كلهم كفريق مع بعض يعني لما شدوا حالهم بيّنت انه هذا الفريق بيقدر ينافس صح لانه بتعرف انه من الدقيقة ثمانية بالربع الاول ده نهاية المباراة سجلوا 30 نقطة اكتر من الماب يعني ما كانت قريبة بس هما هال 6-7 دقايق اللي بالاول ليش 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 بتخلوا حالكو مش فاهم لوكا 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 عراسي وعيني ولوكا كمل بشغلة وحط كارير بلايوف هاي ولعب طريقة كتير حلوة ماشي بس باقي الكليبرز اليوم شدوا حالهم وكل واحد فيهم ساعد الطريقة باقي المابريكس لا يعني تلينتس مان تلينتس مان كيفت عليه اليوم اه اه امتاز جاب طاقة الدفاع وعالهجوم و مع انه صغير سنة تانية بس مش خايف من حدا انت علي خلص شد حاله وفي شراسي حبيت لعبه كتير وحياخد دقائق حياخد دقائق فاتريك بيفلي فاتريك بيفلي خلص روح السلسلة خلص ماشي تشوف فاتريك بيفلي بالزب ماركس موريس صح صح و منعرف انه صح صح لانه زي زي غير التولاتيات اللي حطهم صار حركاته تبعت ماركس موريس بتخطخ على البنش وبعرفش ايش فعرفنا انه صح صح ايفيكا سوباتش مع انه ما لعب كتير ما لعب غير 11 دقيقة بس يعني بالكورتر التالت على سبيل المثال كان في عنده اكمل هجمة ورا بعض عم بهاوش للريباونز عالجه الهجومية وجاب لهم هجمات زيادة حتى بالدقائق اللي لعبهم لقلال لانه ما بيقدر يلعب كتير عفكرة وهلا رحوصل لهذا الموضوع بس بهالدقائق اللي قلال عمل اللي بيقدر يعملوا رجي جاكسن نفس الاشي روندو بيان بلاي اوف روندو بيان اليوم وبين بالطريقة اللي قاد الفريق وحكى فيها وكان يلمهم شفت كيف كان يلمهم بالتايم اوتس يجمعهم كلهم ويبدأ يحكي معهم بعدين ما تطلع عليه هو عم بلعب انت شايفه حتى لو ما شمعه الطابة قاعد بيحكي لكل حدا شو يسوي انت لف هناك انت روح سوي هون انت سوي هناك ميسيك لوكا اللي اكبر منه بكتير روندو سيكس فوتي يا زنمي ونازل فيه رجعني لأيام روندو بوستن اللي كان مدافع شريس خلاص انا اليوم ما بدي اخلي هذا الفريق يقصر كلهم لعبوا هيك وبتايروندو صراحة عمل اكمل حركة حلوة اول اشي اللي هو غير الستارتينج لاينب تابعه زي ما انت حكيت شال بات بيف قال لك خلاص بات بيف ملاعق خمز دقائق هاي المباراة حطو على دنكة الاحتياط حط رجي جاكسون بات بيفرلي ما عم بيساعدك بهذا خلاص لوكا لوكا قضى عليه لوكا قضى عليه قضى عليه خلاص روح فهاي كانت اول اول حركة بعدين بدت المباراة تأخروا والمافز عم بيدامروا فيهم بس شوي شوي صار يغير اشياء ساعدتهم فأول واحد اللي هي شاف انه افيكا زوباك على سبيل المثال لوكا لوكا لما يشوف افيكا زوباك قدامه كيف بكيف كيف بكيف بكيف نعطي حقه لتايرون لو لاحظ انه هذا الحق عم بيسير طلعوا بعد ثلاث مباريات ماشي بس أنا عم بحكي عن هاي المباراة بس اليوم أنا عم بحكي ما عم بحكي عن السلسلة لأنه للعلم ما تغير كتير لسه ممكن يخسروها عادي كتير انه يخسروها هاي السلسلة لازم يخسروها هلأ برتعلك لهذه النقطة ثلاثة من آخر أربعة اللي رح يلعبوها المهم دخل باتوم باتوم ساعد بالسويتشينج وعالدفاع غيروا شوي وأظن تايرون لو لقى التشكيلة اللي رح يمشي فيها اللي هي رح تكون تشكيلة هاي السلسلة اللي هو كواي و بول جورج مع رجي جاكسن روندو وماركس موريس هذول كلهم الخمسة إجاهم دور يدافعوا على لوكا وبرزينجس وهي نقطة كبيرة أنا قلتلك لوكا عمل اللي عليه بدع ما عنده مصاب كمان كان اليوم أو بين انه مصاب كان ما له إيش بكتفه وحطوله هذا eating pad و هيك بورزينجس اللي مفروض النجم التاني وباقي اللاين أب اليوم باقي التشكيلة ما طلعوا راس مع باقي تشكيلة الكليبرز فمع انه لوكا بدع النجمين على جهة الكليبرز بدعوا كمان بس باقي الفريق هولو اللي فوزهم فيه لقيت لك إحصائية بعت لنا إياها متابعة تهرف انه كريستاب فورزينجس معدل بالريباون هذا بالبلاي اوف هاي السنة أوطى من معدل فاكوندو كامبادزو نابوليون كامبادزو اللي انت هلا عم تحكي عنه الصغير عم بلم كامبادزو ريباونز أكتر من ما عم بلمهم فورزينجس فأنا مبسوط انه فازوا هالمباراة لانه حابب يتمد السلسلة وحابب أشوف شو رح يصير وبصراحة مع انه كليبرز همل كتير بس بظلهم متعة عشان هم هاملين دائما ما بتعرف شو ممكن يصير معهم يعني أنا اليوم مش مصدق عيوني بأول 6 دقايق ويش عم بيصير بس كنت كتير مستمتع كتير مستمتع ولوكا عم بحمس الجمهور ونويتسكي قاعد بحضر ونويتسكي قاعد بتحمس معه لوكا زي ما انت حكي فبطل يحكي لكل حدا وعندين عندك ستيف بالمر ومارك يوبين التنين عم بحضر المباراة وكل واحد مارك ستيف بالمر رح ينجلت كان اليوم رح ينجلت كان معه واحد أظن مساعد ولا إشي طال يمسك الفيديو يزن نحكي وقال له في مرة مسكو وقال له we're gonna be okay أظن we're gonna be fine أنا بالنسبة لي هاي المباراة لازم يفوزوها عيب مش مستحيد تخسر لا تسف ما أنه فتوقعت انه يفوزوا هاي المباراة بصراحة بس هاي المباراة كانت شبه مثالية للكليبر يعني كواي 36 نقطة 13 من 17 تسديد خير 3 من 5 بول جورج 12 من 18 29 نقطة 7 ريبا يعني لعبوا أحسن من هيك مش هيلعبوا هاي قمتهم اوكي على الجهة الثانية لوكا اليوم سجل 44 ما هو 40 معدلة للسلسلة 38 نقطة 9 ريبا 9 أسس فوق 50% في القول وفوق 45% من الثلاثيات ما لهم حالة لوكا الطريقة الوحيد اللي هم رجعوا بالمباراة اليوم لما لوكا قاعد فقط فهي بس لازم ما يعيدوها المابز لو لوكا ضلوا على الملعب ما كان لوكا 46 دقيقة 40 دقيقة على الأقل لعب اليوم 38 و لما تشوف هيكا رن رجع رجعوا على السريع خلص مش ناير إشي عشان شوف الجيم الثالث الجيم الرابعة مست وين للمابز إذا بترجع إذا برجعوا فيها كليبرز 2-2 يفوزوا جيمتين على في ثقة في ثقة وينتقل ممنتم وراجعين على وسانجلس والجيم الجاي لازم تدعس عرقبتهم إذا تقدمت هيكا 19-20 نقطة زي ما سووا الباكس خلي كل ستارتز موجودين خلي لوكا موجود لعبه 45 دقيقة أنا أحكي لك بس القصة وين مش لوكا لوكا رح يأمل إلي عليه ورح يدمر كليبرز باقي الفريق باقي الفريق لازم يشد حاله لما باقي الفريق يلعب منيح زي ما شفنا في جيم 1 و جيم 2 رح يفوزوا المابز لما باقي الفريق ما يلعب منيح يعني قدم لوكا خرافي المستوى اللي عم بقدمه صعب انت كلاعب واحد تربح فريق عم بلعب كله صح من فوق لتح انت علي يعني إذا لوكا قدم هالمستوى الرائع وكواي وبول جورج ما لعبه منيح تمام وقتها ممكن يفوزوا المابز بدون الباقي بس إذا هاي التشكيلة كمل فيها تايرون لو وموريس للعلم تذكر لما عملنا الحلقة الماضية قلت له كنت حاطت اسمه كاحتياطي لأكثر لاعب لجائزة اللاعب اللي ممكن يكون له لقطات مهمة بعدين نحنا اتفقنا انه لا جروه هوليدي مش نجم فمنح انه ما كيته بس موريس هذا اللي بيقدر يعمل ماركس موريس بيقدر يعمل أشياء زي اللي عملها اليوم وقبل اليوم ما كان هذا كان المتصدر على الفريق بالتسديد الثلاثيات بالنسبة بالتسديد تاني على الNBA تاني على الNBA تاني على الNBA كله ثلاثيات كان اه نعم مهم كيته على مستوى الكورت الرابع هاد هو شمطهم كلهم كانوا من الزاوية لعند بنش المابز إذا هاي رجعت له الثقة ورجعوا يلعبوا رح يصير مشوار المابز أصعب فرح يحتاج لوكا انه باقي الفريق قصوصا بورزينجيس رح يعني التشكيل الخمسة اللي انا عطيتك اياهم هلا اللي قلت لك اظن تايرون لو لقى تشكيلته لهاي السلسلة كواي بول جورج جاكسن روندو ماركس موريس ولا واحد فيه طوله فوقس 6-9 اطول واحد فيهم اظن ماركس موريس 6-8-6-9 عندك بول جورج وكواي 2-6-8 6-7 بالكن مين بده ما احدا بقدر يمسك كريستاب سبورزينجيس وانا واحد فيهم بقدر يمسك اذا لعب صح اذا لعب بحجمه ونسوه بلعبش بحجمه ها هي هو بلعب بره هو بسحب اللاعب الكبير إفيكا زوبات بره وممكن يخترق كذا اكيد حيلعب بس عم بخطأ انه باتتفق معك بقدر يلعب احسن بكتير ولازم يلعب احسن بكتير اخي لم ريبان لا تخلي في كفادزو اللي مرهي باونز اكتر منه فس هذا اللي بنحكي اخر نقطة بدي احكيها بس عن لوكا انه هلأ صار لاعب هو تسع مباريات بلاي اوف اول تسع مباريات الرقم القياسي بتاريخ الان بي اي لعدد نقاط مسجلي بعد اول تسع مباريات البلاي اوف هو بين مع كريم عدل جبار ومايكل جوردن تناهتم نفس عدد النقاط مسجلين 325 نقطة باول تسع مباريات بلاي اوف الثاني لوكا لوكا 300 نقطة اسمع اغلق سمعت على فودكاست هذا كريون نحكي لك لما يجيك واحد اول تايمر ويوصل لا الادوار المتقدمة كتير او يعمل اشي انت مش متوقع منه بالعادة الاول تايمر بيعمله ابكر من ما انت تتوقع اه فانت بتكون حط ببالك انه اللاعب بحتاج اللاعب الطبيعي بحتاج سنين او بحتاج طريق يكون معه او بحتاج التجارب بحتاج انه يمر بتجارب عشان يوصل لمرحلة اللي هي هاي المرحلة اللي بيقدر يتقدم ويغلب خصم ويبعدين يكمل ويعمل اشياء كتير حلوة كتير ممارس صح بس لما يجيك اول تايمر انت بتكون حط ببالك انه بده اكمل سنة لانه 3 ارباع اللاعبين الطبيعيين بحتاجوهم بس نحنا بننسى انه هذا اللاعب مو طبيعي هذا مش لاعب زي اي لاعب تاني فهو ايش عم بيحكي كان انه ازا لوكا وصل احكي نهائيات القسم مش النهائيات نهائيات القسم وربع جولتين ما تكون كتير مستغرب لانه العظماء هيك بيعمل ورجعنا لل2007 وعم بيحكي عن لبرون صح لما لبرون وصل الفاينلز ضد سبيرز ما حدا كان متوقع لبرون بال2007 دخل على الانبي ايه بال2003 احكي لي انه 2007 كان عم بلعب بالفاينلز 22 سنة 2007 كان الرابع موسم صح لبرون 2004 5 6 7 اه رابع موسم اه وهذا الموسم الرابع للوكا كمان هلا يعني ما تستغرب اذا صارت بس هذا ما بستغرب كل شي في واحد سألني انسيت شو السؤال اشي عن لوكا انه وين مكانتوا بين العظامة ممكن يكون top 5 وكل شي ممكن مع لوكا ما في سقف للوكا شو سقف لوكا ما في سقف للوكا وهاي النقطة من ننهي حلقة اليوم ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقة الاضافية حلقة يوم السب لا تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي at m2m underscore pod وتابعوا حسابات studiojumhur at studiojumhur يلا سلام يلا سلام اشتركوا في القناة 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 شكرا